مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن تتأثر المملكة بكتلة هوائية دافئة وبالتالي يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة الأجواء تكون أثناء النهار دافئة نسبيا وأيضا أقل برودة أثناء الليل مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير تمويلكم شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعام الأصيل سيتي مول المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مختبرات ميد لابز سبعة وخمسون فرعا في المملكة لخدمتكم مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستتأثر بكتلة هوائية دافئة درجات حرارة أعلى من الدرجات الحرارة التي أثرت علينا خلال الأيام الماضية وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة باردة نسبيا درجة الحرارة صغرى المتوقعة تسعة طبعا أقل برود من الليالي الماضي بشكل واضح وأيضا رطوب النسبية بحدود 72% والرياح تقريبا خفيفة إلى متوسط السرعة حوالي 10 كيلو متر في الساعة والأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة يوم غد الأحد أجواء مشمسة لطيفة في النهار درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما بين على الأقل ثلاث إلى أربع درجات نئوية العظمى المتوقعة تسعة عشر والصغرى المتوقعة أحداشر درجة يوم الاثنين توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي بحيث تكون أعلى من المعدل ما بين 5 إلى 7 درجات مئوية أجواء مشمسة لطيفة أثناء النهار أيضا تميل إلى البرود قليلا أثناء الليل خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعة الصباح الباكر العظمى المتوقعة 22 والصغرى 13 الثلاثة أيضا درجات الحرارة أعلى من معدلاتها أجواء مشمسة لطيفة أثناء النهار دافئة نسبيا درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما بين 6 إلى 8 درجات مئوية العظمى المتوقعة 23 والأجواء أثناء الليل في البداية بتكون الأجواء لطيفة ثم تتحول بعد منتصف الليل إلى باردة نسبيا أو تميل قليلا إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المناطق المختلفة نبدأ من المناطق الشمالية إربط 23-14 طبعا كل أجواء المملكة أجواء لطيفة في النهار ومشمسة درجات الحرارة أعلى من معدل وتميل إلى البرودة أثناء الليل خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر إربط 23-14 عجلون 21-14 جرش 23-13 والمفرق 23-13 درجة مئوية عمان والمنطقة الوسطى البلقاء 20-14 مأدبة 20-12 عمان 19-11 الزرقاء 22-12 منطقة البحر الميت والأغوار أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا 27 إلى 19 والمناطق الجنوبية أيضا أجواء لطيفة بالنهار باردة نسبيا ليلا الكرك 20-12 الطفيل 17-12 الشراش 17-9 ومعان 21-8 والعقبة أجواء معتدلة في النهار لطيفة بالليل ومشمسة والحرارة العظمى المتوقعة في العقبة 26 والصغرى 16 درجة مئوية المنطقة الشرقية أجواء معتدلة إلى لطيفة أثناء النهار تميل إلى البرودة ليلا خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر الأزرق 25-13 الصفاوي 24-13 والرويشد 25-13 درجة مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله لكم أجمل تحية مني ومن طفس العرب النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده CFI المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير تمويلكم شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل سيتي مول المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم شكراً للمشاهدة